بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي المشاهدين النهاردة حبيت اشارك مع حضراتكم موقع جميل جدا احطو لكم الربط بتاعه في وصف الفيديو ان شاء الله للي عايز يستفيد منه هنستخدمه في شرح بعض التوضيح بعض الامور اللي موجود عليه لو حد محتاج يعني مساعدة عشان يفهم الدروس الموجودة عليه هنشرح ازاي الموقع ده بيشتغل وازاي تستفيد منه في المذاكرة انتو لو تشوف العنوان الرئيسي فوق مكتوب عليه هتلاقي هنا مكتوب انجليش كلاب ليرن انجليش جرامر وبعد نكتب لك باست سيمبل ده التبويبات بتاعه يبقى ازا الموقع الاصلي هو انجليش كلاب منه ليرن انجليش جرامر الفرع بتاعه الزمن هو بتاعنا اللي هو البقى اللي هو البرزنت سيمبل بدأ بتعريف لي بقولك ايه هو بقى البرزنت سيمبل البرزنت سيمبل تنس is the most basic tense in english هو الزمن الاساسي الاكثر اساسيا او استخداما في اللغة الانجليزية and use the base form of the verb بيستخدم الشكل الاساسي للفعل except for the verb be ما عدا مع الفرب to be اللي هو ام و از و اره هنشوف الكلام ده مابا the only change التغيير الوحيد from the basic is the addition of s هنضيف بس الاس او الاس او الاس الكلام ده مشروح القناه للمين بقى للثيرد بيرسون سينجلر اللي هو الاسم المفرد الغائب يعني how do we make the present simple tense ازاي بنعمل بقى الزمن ده بيقولك في طريقتين اقرا كده there are two basic structure تركبتين اساسيين for the present simple الاساسية positive sentences جملة مثبتة بيقولي فيها اول حاجة عندي subject plus الهزائد دي معنا او بعدين ايه المين بيرب الفعل الاساسي يعني ايه ده فاعل فعل الاساسي بس كده هيكون معاك present simple هنشوف الكلام ده بالتفصيل في الامثلة وهيبان معنا بعد كده number two التاني للشكل التاني negative and question sentences النافي والسؤال طب ايه بقى اللي هيختلف بص هنا في حاجة زادت هنا بيقولي subject قاعد زي ما هو exculary do الفعل المساعد او الناقص do ودا اشكاله بتكون ايه حسب الفاعل ده بتبقى with the main verb like بص على الامثلة دي مع الفعل الاساسي like عندك subject واللي تلاقيهم معمولين مع بعض في مجموعة واحدة دولة معناهم ان هما بياخدوا نفس الحكم بيقولي ايه هنا بيقولي i او you او we او they ايه دولة الجامع زاد اي وبتحت منهم مين هي وشي وات لو الجملة مثبتة مش عايز غير مين بقى اخد بالك عايز المين فيرب اهي positive sentences عايز المين فيرب بس اللي هو like like هيتغيري اما like اما likes الاس مع third person اللي هو الشخط الثالث المفرد يعني he or she or it فبقولي i like coffee انا بحب القهوة you like coffee we like coffee they like coffee اتغير الفاعل اذا هنضيف الاضافة الملحقة بالفعل على حسب تقوينه او وضعه ايه ده سهله ms او es او i es وشرحينها في القناة برضو فبقولي he likes coffee she likes coffee ات likes coffee انصح التعبير عايز انفي بقى في ال negative اه في ال negative بقى مش هينفع اخد المين فيرب واحده هما ليه قال لي هاخد المين فيرب اساسي من غير اضافات بقى خلاص بس هنا الاختلاف هيكون بين في do والdoes ده طبعا كده كده فوق دول الجمعه ايه ما باخدش اضافة فبدي حطه لدو بس وبنفي معاها ب not فبقول do not وبتختصر don't i do not like coffee او i don't like coffee اتغير بقى i او you او ها اتغير بقى اتغير بقى i don't like coffee او she هضيف هنا خلاص بس مش هضيف لي like هضيف لي من للفعل المستعد للاكسر فبقول does he does not like coffee او doesn't like coffee او she doesn't like coffee في السؤال في السؤال سهل جدا بتاخد و تخلي قدام الفاعل بتعملهم يعني exchange تغيير او تبديل do i like coffee هو انا بحب القهوة do you like coffee هل انت تحب القهوة طبعا do هنا بمعنى هل اوكي لو غيرنا الفاعل خلاص عرفناها كده يبقى تبقى من does he does she like coffee لاحظ ان الاضافة في الفعل المساعد do او does فيه النفي وفيه السؤال اما في الجمنة المثبتة بستغنى عن do بستغنى عن does بيقول لي from the above table من الجدول اللي فوق ده notice the following points خد بالك من النقاط اللي جاية دي موقع جميل جدا و كلنا هنستفيد منه for positive sentence there is no exulary verb في الجمنة المثبتة مش محتاج exulary verb يا ده والفاعل والمين والفاعل الاساسي زي i like coffee i ده الفاعل like ده المين كافي ده بقية الجملة او المفعول بي for negative and question sentences في النافي والسؤال بعمل ايه اللي هنا هندخل do is congetted in the present symbol بتتصرف في المضارع البسيط لdo او does وبنفيها وبستخدم معاها mean not the main verb is invariable in pace from pace form pace يعني ايه بتتغير بس بتسيب معاها mean الفاعل الاساسي pace يعني اساسي for negative sentences we insert not insert يعني بنضع او بندخل not between mean exulary verb and the main verb بين الفاعل المساعد والفاعل mean الاساسي اهو فاعل المساعد do وده الفاعل الاساسي like بنحطه بينهم مين not او do not for question sentences في الاسئلة بنعمل ايه اللي we exchange بنبدل يعني the subject الفاعل and the exulary verb الفاعل بنبدله مع مين مع الفاعل المساعد اللي هو do او does على حسب نوع الفاعل هل هو مفرد غائب هي وشو it ولا جامعه i جامعه i do بسأل بdo مفرد غائب بسأل بdoz اوكي بعد كده بيقول لي ايه هنا normally ماشا خلاص دا شرحنا بيقول لي امثلة اه هنا بص في حاجة يعني عايزك تاخد بالك منها يعني هو بصوا كده ايه قرأت جملة من غير دو كده بيقول i wish you would stop اتمنى ان تتوقف i ممكن الى كده برضو من غير دو i apologize انا باعتزر you سبك من دو برضو you look هنا look معناها تبدو يعني you look smart today تبدو وسيما او وسيم او جميلة اليوم يعني ليه حاطت دو هنا معنا دي حلقة غريبة جدا احنا مش قلنا دي دو او داس بنحطها في الجملة المنفية او في السؤال قالك اه قالك دي بتتحط ايه لزيادة التأكيد على الجملة لزيادة التأكيد على ايه على الجملة واستخدامها يعني ليس شائعا اوكي عشان تعمل stress على مقطع معين يعني يعني هنا في المثال بيقول ايه i like your dress انا يعجبني فستانك لو عايز اكد عليها ممكنة i do like your dress انا بالفعل يعجبني الفستان ده present simple with main verb طبعا الدرس هو يعني انا ده مش درس انا بقرالك المحتوى يعني وبعلمك ازاي تذاكر من الموقع هناخد مع بعض كل يوم حاجة كده يعني ولو لقينا الفيديو كبير هقسمه هنبدأ من اول present simple with main verb structure of the present simple with the main verb بي از عندي فيب تو بي او ام و از و ار او ام وهنا مقسمها ام و ار و از مش تفرق كتير يعني قال لي ايه بقى خد بالك من دي مهمة جدا ايه بقى اللي مهمة فيها قلك مع فيب تو بي انت مش محتاج فعلي اصلا يعني ايه او يعني فيرب تو بي هستخدمه هو المين فيرب طب هما ايه فيب تو بي تلات حاجات ام ام و ار و از ام مع اي و ار مع يو و هي و ذاي و او از مع ايه هي و شي و ات ما يكون يعني طب에 مرهي جيه بعدها لما يقول ما في شو هيجي بعدها حاج تاني اما نوين اسم يعني او صفة خلاص كده نقطة من اول السطر يبقى فيرب تو بي بيجي الواحده اه بيجي الواحده مين فيرب اه بيجي بعده ايه مفيش افعال تاني بيجي بيجي عشان ما يكون زمن مضارع بسيط لازم يكون بالشكل ده ده سهل جدا بيجي بعده اما اسم اما صفة بس تعال نشوف الامثلة كده بيقول لك اتزيس اكزامبل والزمان فيرب بي بص على الامثلة دي مع الفعل الاساسي بي دايما يقصد بي فكه انت اه ام و ار و از مع الافعال اي ام فرنش انا فرنسي يو ار فرنش اوكي هنا صفة بيوصف نفسه اي ام نوت اولد اي ام نوت اولد حتى في النفي او حتى في النفي انا لستو كبيرا في السن او يو ار نوت اولد او دي ار نوت اولد شي اذ نوت اولد دي اسمان ام هنا في السؤال بقدم نفس الفكرة اللي قدامنا ام اي ليت ام اي ليت ام اي ليت يعني هل انا اكون متاخر يعني اريو ليت از هي او شي ليت وهكذا بيقول لك من الجدول ده في بعض النقاط تعال نشوفها مع بعض في اربع نقاط بيقول لي there is no auxiliary verb فيش فعل مساعد هنا في فعل اساسي even for question and negative يا سلام حتى مع السؤال ومع النفي ممتاز the main verb be is conjugated in the present symbol بيتصرف في المضالع البسيط للام وار و is for negative sentences للنفي بنعمل ايه وي insert اخد لك من كلام اللي هترجمه عشان تعرفه يعني هتلاقي مكرر في كل الازمانة insert not بنضع not after the main verb بعد الفعل الاساسي بعد الفعل ايه الاساسي اللي هو m is r for question sentence الاسئلة بقى في الجملة we exchange exchange معنا نبدل يعني the subject and the main verb be بنبدل ال subject الفاعل مع الفعل الاساسي be اوكي تعال نشوف بقى ازاي نستخدمه استخدمات المضالع البسيط عموما يعني بيقول لي we use the present symbol to talk about عشان نتكلم عن يعني talk about يعني نتحدث عن general time action verbs general time action verbs وقت في العموم مع افعال ال action الحرك situations now مواقف حالية يعني state of verbs هنشرح بعض الكلام ده كله بعدين general time and situation now verb be تعال نشوف كلا يبقى دوله مضالع بسيط من غير بي اللي هم المين فيرب ومعه دو او داز في النافي ودوله في general time and situation بنستخدم توقع نشوف كده الكلام ده معنى ايه present simple for general time للوقت بشكل عام يعني بيشمل ايه وقتي بشكل عام الوقت عندنا في العربي اللي هو الحاضر والماضي والحاضر والمستقبل انت لما تكون بتكلم عن حاجة بشكل عام يعني هو سواء تاكسي كلمة سواء تاكسي دي انت حددت ايه دلوقتي ولا مبارح ولا بكرة ولا ده عموما general action حاجة عامة هو ده المقصود We use the present simple tense when the action is general الحدث عام The action happens all بيشرح حالك بقى all the time or habitally يع او اعتيادي in the past present and future معتاد حدوثه في ال past والpresent 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 والp future اللي هم الماضي والمضارع والمستقبل The action is not only happening now الحدث ما بيحصلش دلوقتي بس لانه لو بيحصل دلوقتي بس ده زمنتان هناخده ده اسمه ايه present continuous The statement is always true الحالة دائما حقيقية حالة حقيقية ينفشعي بقى توقعات او اختراعات او احتمالات اضيك عليها مثال بيقولك d-john drives taxi لحظ هنا d-john ده الفاعل subject لو حشنا d-john احط مكانه he يبقى اذا لازم اضيف s d-john drives taxi تاكسي الحرس ده عطيك شريط زمني او خط زمني بقولك ايه وظيفة job to drive a taxi he doesn't he does it every day بيعملها كل يوم الوظيفة دي past present and future اوكي لغاية هنا هنوقف عشان الفيديو ما يطولش قوي بعد كده هنكمل شو تقومل تدريب تاني عليهم وهنخش على quiz او حل تدريب كده هنشوف الدنيا ماشي ازاي واتمنى يعني الموقع والدارس يكون مفيد لكم اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله